السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواتي اخواني كيفكن ان شاء الله تكونوا بخير وصحة وسلامة دائما وابدا حبايبي معلش سامحوني اليوم الفيديو تبعي رح يكون شوي في نبرة ممكن تكون قاسية لبعض الناس يلي انا رح اسكر الموضوع اللي ححكي فيه اليوم الموضوع يا جماعة بيحكي اليوم عن التنمر كيف يعني عن التنمر التنمر يا جماعة شغلة كتير 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 مزعجة تمام مزعجة وفيها شي بيشكل عدم احترام او عدم او عدم تقدير للشخص اللي انت عم تتنمر عليه تمام يعني انت اللي عم تجي عم تتنمر على شخص بشي معين فبيبقى هذا الموضوع كتير صعب تمام هلا انا رح تقولولى ان انت ليش هم تحكي عن ما وضيها انا رح يقولك ليش عم بحكي عن ما وضيها انا صار معي موقف شو هوا الموقف اللي صار معي وهادا الموقف صار اكتر من مرة م deuxième مرة أكتر مرة تمام وفي حدا عندي بالقناة عم يراقبني ما بارف ليش عم يراقبني يمكن لانه قناتي مفيدة ان شاء الله تمام ففي حدا عندي بالقناة ما رح اذكر مين هو و لا رح اذكر اسماء و لا رح اذكر شو الاصاص بس في حدا عندي بالقناة عم يراقب القناة تمام وهو شايف انه قناتي انا مثلا فيه كذب ولا فيه احتيال ولا فيه نصب طب ما زالك انتي شايف انه قناتي فيه كذب وفيه نصب وفيه احتيال تمام ليش عم تتابع قناتي ليش عم تفوتي على الفيديوهات لعندي وليش عم تتابع قناتي وليش عم تتابع الاحاديث اللي انا عم بحكيها مازال انا شايفتيني كذب وغير مفيد وعم بحكي كلام غلط فما في داعي انك تفوتي وتشوفي الفيديوهات اللي انا عم نزلها والشي اللي انا عم بشرح عنه تمام ما عليش قلت لكم سامحوني عن النبرة اللي بدي أحكي فيها بس أنا يعني مزعوج من هالموضوع هاد مو مش هالشي مزعوج لا كلمين حر وكلمين له رأيه بيحسن يحكي ويناقش ويقول بس في نقاش عن نقاش بيفرق كيف يعني نقاش عن نقاش بيفرق يعني أنت وتكون عم تناقش شخص تمام بموضوع معين أنا مثلا جاي على ألمانيا لاجئ أنا لاجئ هون بألمانيا طبعا من بعض رب العالمين رب العالمين هو الأول والأغير تمام أنا أجئت على ألمانيا مظبوط أجئت على ألمانيا ما أجئت بإيرادتي أجئت غصبا عني البلد عندي فيها أزمة فيها حرب فيها مشاكل اضطريت أني أطلع من بلدي تمام يعني طلعت لإضطرار أنه بلدي فيها حرب فيها مشاكل ما فيها استقرار هلأ تمام لهذا السبب أنا طلعت من بلدي يعني أنا ما لي جاي أنه والله أنه أنا بلدي أنه ما فيه شي وأمورها بخير وما فيه حرب وما فيه أتل وضرب والله لا بلدي ما فيه شي واجيت لهون تمام لا انا بلدي فيه حرب فيه ازمه تمام وان شاء الله ان شاء الله اول ما تخلص الازمة بازن الله راجعين ما نظرنين هون تمام فالموضوع شو اللي صار الموضوع انه في حدا ولدان هون بالمانيا تمام ولدان هي هون بالمانيا هي ما لا المانية هي والدانة بالمانيا يعني بالاصل اهلها جايين على المانيا كانوا لاجئين وهي يا رب العالمين اسملها انه تولد بالمانيا تمام طبعا هي مو شغلة عظيمة ان الواحد يولد بالمانيا يعني يعني الواحد يولد بالمانيا ولا باوروبا ولا بامريكا ولا بالسينيغال ولا بالهند يعني ما لشغلة عظيمة تمام يعني مو الشغلة العظيمة ان ببلد غير بلده تمام فا وانت يجي مثلا تحكي مع هذا الشخص وهذا الشخص يجي لك ايه انت لاجئ تمام انت لاجئ جاي لهون وعم تحكي بمواضيع انت مالك فيها اول شغل الموضوع انا اللي عم بحكي فيه انا انا مجربه وانا رايح وماشي فيه تمام يعني انا ما عم بحكي موضوع جايبه من بيت ابي جاي مثلا بيت ابي وانا عم بحكي هالسيرة لا الموضوع اللي عم بحكي فيه عم بحكي انا مجربه تمام وبيمكان كنت فوتوا على كل فيديوهاتي كل فيديوهاتي مارفي ما راح القنا الذي قمتvatني الان فوتوا على كل فيديوهاتي بالقناة وشوفوا الفيديوهات اذا فيه انا عم ببكذب فيه تمام فبتجي واحدة بتقولك انه انت معلومات اللي عشم حدا على شي غلط. انا بحكيه اللي بعرفه. شو اللي بعرفه? بحكيه. تمام? ففي شخص اه عنده شوية خبرة يمكن بالمانيا. تمام? وهي ولداني هون بالمانيا. فانفكر حالة انه هي بتعرف بكل القوانين اللي موجودة بالمانيا. يعني فيه المان مولودين هون بالمانيا. انا عندي رفقاتي نسبة منيحة المان. بتسألوا على القانون بيقول لك ما بيعرفه انا ما بعرف هذا القانون. ما بيعرفه. بيقول لك ما بعرف. الالمانيبي لك انا ما بعرف. تمام? يعني كلمة بولد بالمانيا بيفكر بانه هو خلاص صار بيعرف كل شي بالمانيا. هذا الحكيم مالو مزبوط. هذا التنمر ما حلو. انه انت لاجي ما اصلك اربع خمس ست سنين بالمانيا وجاي عم تحكي بموضوع انت ما لك فيه. انا والداني هون بالمانيا. تمام? اه مسلا مرة حكيت كمان عالموضوع الحجاب انه هون بالمانيا فيه قرار هلا بده يمنع الحجاب يبده يمنع ارتداء الحجاب باماكن العمل. كمان نفس الشي طلعتني التعليقات على اه فيديو انه اه كلامك مو مزبوط. والحجاب اه هذا القانون بيتضمن انه للمسيح ولليهود ولل الاسلام انه ممنوع يحطوا شعارات دينية. على عيني وراسي وفتنة بنقاش يوميته انه انت اه بدك تعمل قانون على كيفه. لابدى اعمل قانون على كيفه. انا صلي 8 سنين بالمانيا وماشي بالقانون من 8 سنين للغاية اليوم. الحمد لله ماشي بالقانون واموري جيدة. ما فيه اي مشاكل. تمام? يعني انا بعرف انه بلق قانون بمشي بالقانون. وما فيه علي اي مشاكل الحمد لله. تمام? يعني هذا التنمى ورعيب. انه انا ولداني هون وانت لاجئ شو يعني واذا لاجئ يعني اذا انا لاجئ يعني انه انا ما لي انسان انا ما لي بشر انا انسان وبشر وعندي عائل تفكر فيه يعني عيب هذا الحكي يعني بجيك حدا عم يعلق لق على فيديو مثلا انه انت عم تحكي كلام غلط وعم تكذب عن الناس وعم تقول عن الناسك انا ولدان بالمانيا وانا بشتغل بهذا المكان ما بصير الحكي ما بصير هذا الحكي ما بصير عندك رأي اوكي بامكانك تفوتي تعلقي تعليق انه اوكي انه عفوا هذا الكلام مو مزبوط بس ما في داعي لصيغة التهديد وصيغة الكبرياء انه انا بفهم بكل شي كل ياتنا خير وبركة والناس عندها عقول الله عطاها عقول لا تفكر فانا الشي اللي بشرحه عندي بالقناة ما عم بشرحه من مخي عم بشرحه من قوانين موجودة بالمانيا يعني حذرتك عم تتحدسي عن الموضوع انه لا مو مزبوط المانيا اا مقاطعات كل مقاطعة فيقلها قانون كل مقاطعة فيقلها شي مسموح وشي مرفوض فانا ما عم بحكي بعرف هذا الحكي كلها ما عم بحكي شي من عندي وبيجيك ناس مثلا بتتنمر على الاصير تجيك ناس تتنمر على طويل تجيك ناس بتتنمر على الاسود تجيك ناس تتنمر على الأبيض تجيك ناس تتنمر على الابرص تجيك ناس تتنمر على الاحوال يعني هاي موضوع التنمر الانسان ما عم يخلص منا ولا باي وسيلة اذا كان الواحد حلو يقول ليك يا الله شو حلو كتير حلو جماله كتير حلو اذا كان الواحد بشع يقول ليك شو بشع طويل طويل اصير لعمه شو اصير يعني اسود ابيض ليك شو ابيض هذا التنمر اللي عم تعملوه ما له منيح يعني انا بعرف مثلا واحد انا بعرف واحد مات من ورا التنمر من ورا التنمر كانوا يتنمروا عليه انه سمين 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 راح انتحر الولاد انتحر من كتر ما انتقدوا رفقاته بالمدرسة والمجتمع انتقدوا سمين 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 ما عتحملوا عقلوا وقالك ما عتقى ليش عايش بها الدنيا راح انتحر انتحر بسبب كلام اشخاص جاهلين ما بيحسوا بمشاعر غيرهم ولا بيحسوا بمشاعر الناس ومفاكرين حالهم انه هن مناح او هن هن التوب بها الدنيا وبيهلكون ولد عمره 14 سني يروح ينتحر ليش بس لانه اشخاص جاهلين عم يتنمروا عليه تمام انا سامحوني على هذا الفيديو اللي عم بيحكيه بس والله انا بصراحة موضوع يعني صار معي اول مرة نحكى بالموضوع جاهلته وخلاص قلت موضوعه اوكي فيه حدا عم يعلق عندك القناة نحترم كل الاراء ما عنا اي مشكلة تمام بس جاني تعليق مرة تانية على فيديو تاني اه كمان فيه موضوع تنمر وفيه موضوع انه عنصرية انه انت لاجئ وانا والداني هون فحبيت احكي عن هذا الموضوع واشرع عن هذا الموضوع وقول لكل الناس اللي هيك رجاءا ثم رجاءا حاجتنا يعني والله حاجة والله حاجة شوفوا شو اللي عم يصير ببلادنا شوفوا شو عم يصير بالدنيا من امراض من حرائق من زلازل من براكين من حروب من كل شي فليش نقعد نتنمر على بعض انت سمين وانت نحيف وانت طويل وانت اصير وانت اسود انت ابيض انت احوال انت اعرج ليش 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 حرام 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 خلاص كل مين يلتهى بحاله كل مين يلتهى بحاله كل مين عنده كلمة حلوة يحكيها كل مين عنده رأي حلوة يقوله ما في داعي الاسلوب التجريح ما في داعي الانسان يجرح يعني ما في داعي الواحد يجرح 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 ليش شو مستفاد انت يعني ما بيكفي يعني شوفوا الكلام ما بيكفي انت لاجئ جيت على المانيا وعم تحكي شغلات غلط شو يعني اذا انا لاجئ انا انسان مثلي مثلك ويمكن انا احسن منك لان انا ما جرأت وحكيت مع اي حدا بهذا الاسلوب وقلت له انت لاجئ او ما حكيت مع حدا قلت له انت ابيض انت اسود انت سمين انت اعرج انت كذا ما حكيت هذا الكلام لاجئ شو يعني اذا لاجئ سامحوني يا جماعة طولت عليكم بس انا بصراحة هذا الموضوع انا لاجئ ايه مزبوط انا لاجئ لرب العالمين وبعد رب العالمين جيت على المانيا مزبوط وكل الناس بتعرف وكل الناس شايفه تمام انه سوريا في حرب سوريا في حرب في مشاكل في ازمة سوريا في ازمة ازمة هلا جاي البلد في ازمة الناس طلعت من البلد لانه في ازمة بالبلد فما في داعي كل واحد يجي يتنمر وينظر ويقول أنت لاجئ أصلا الشخص اللي كان عم ينتقدني أنا ما له سوري يعني الفكرة يعني الشخص اللي كان عم ينتقدني ما رح أذكر جنسيته لأنه ما احترامي لكل الجنسيات لأنه يمكن يكون فيه ناس طيبة من هالجنسيات بيأذكرها بس أنا ما رح أذكر جنسيته أنا بعرف جنسيتها تمام البلد اللي هي منها موجودة ما فيها حرب ما فيها مشاكل ما فيها شي شو جابك أنت لهون على ألمانيا أوكي ولدتي هون بألمانيا ما في مشكلة بس البلد اللي أنت من أصلك منها ما فيها حرب ما فيها مشاكل فما فيك تقليلي أنه أنت لاجئ أنت كمان الأصل الأصل الموجود أهلك كانوا لاجئين بس أنت ولدتي بألمانيا حلوة والله إذا كل واحد ولد بألمانيا بيهدت التاني أنه أنت لاجئ عيب طلعوا من هالكلمة هاي طلعوا من هالكلمة هاي إنه أنا لاجئ بتشكركم لحسن المتابعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته